إن الدعية عبلة الكحلاوي سوف تبقى ذكرى طيبة لعالمة وأستاذة جليلة أستاذة احترمت عقول الناس خطبت أرواحهم بالزهد والحكمة رأت في الإسلام الهدى والإيمان والضمير الحي والقدوة الطيبة سوف نفتقد في حياتنا مثل هذه النمازج نمازج كانت دائما تمنح الناس شيئا من اليقين يقين بأن الحق باق وأن الضلال إلى زوال ساعة الدكتور عبلة بين الناس إلى طريق العدل والكرامة ساعة تنشر الفضيلة وهذا هو الإسلام الحقيقي الإسلام اللي نشأت عليه الدكتور عبلة الكحلاوي ونشرته بين الناس عقيدة ووعيا وسلوكا علشان كده وفي علاقتنا النهاردة هنشوف لقاء نادر للدكتور عبلة الكحلاوي وهي شابة بتحكيلنا في اللقاء عن رؤية شفتها رؤية للسيدة نفيسة ولما قصت الرؤية على والدها الفنان محمد الكحلاوي تنبأ لها أن هي هتكون عالمة وهتحمل لواء الإسلام تعالوا مع بعض نشوف اللقاء حققت فعلا الرؤية أصبحت الدكتور عبلة أشهر داعية إسلامية في مصر والعالم العربي امرأة فاقت الرجال على منابر الخير والعطاء علشان كده معادنا في حلقتنا دلوقتي هنتعرف على الدكتور عبلة منذ ولادتها حتى وفاتها فتعالوا معنا عبر رحلة خصيرة هنتعرف من خلالها على الدكتور عبلة من الألف إلى الياء عبلة محمد مرسي عبداللطيف الكحلاوي اتولدت يوم 15 ديسمبر عام 1948 والدها هو المنشد الدين المصري محمد الكحلاوي التحقت عبلة بكلية الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر وده كان تنفيذا لرغبة والدها تخصصت دكتور عبلة في الشريعة الإسلامية حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن ثم حصلت على الدكتوراه سنة 78 الدكتوراه كانت في نفس التخصص انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي زي كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر وفي سنة 79 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة بدأت بعد كده الدكتوراه عبلة طريقها في مجال التربية للبنات وده كان في مكة المكرمة أعلنت طرق التفقف في الدين بدأت في وضع أياد البنات على أمهات الكتب وعلى مخازن علوم الشريعة دكتوراه عبلة اتجهت للكعبة وده علشان تلقي دروسا يوميا بعد صلاة المغرب للسيدات استمرت دكتوراه عبلة في هذه الدروس من سنة 87 إلى 89 يعني حوالي سنتين كانت بتستهب المسلمات من جميع عن حاء العالم والدعوة مستمرتش في السعودية بس لكن لما رجع الدكتوراه عبلة للقاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات الدروس دي كانت في مسجد والدها الكحلاوي في البساتين ركزت في المحاضرات اللي بتلقيها على السيدات على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام وده بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية مش بس كده ده كمان السيدة ياسمين الخيام طلبت منها إن هي تلقي دروس دينية للفنانات التائبات والكلام ده كان في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري المسجد بمحافظة 6 أكتوبر دكتوراه عبلة مش ممكن أبداً كانت تتأخر عن الخير علشان كده رحبت بده وكان من بين هؤلاء الفنانات الفنانة نورة وعفاف شعيب وشمس البرودي وشهيرة وغيرهم كلفت دكتوراه عبلة بإلقاء دروس دينية في الجامعة الأزهر وليها كمان درس إسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضاً قدمت لنا برنامج في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بص في شهر رمضان عام 1428 هجرياً وده كان على قناة الرسالة قدمت لنا كمان عدد من البرامج الأخرى على قنوات تلفزيونية مختلفة زي قناة الناس من أحلام الدكتوراه عبلة الكحلاوي هي وزوجها اللواء مهندس محمد ياسين باسيوني أن هي تقيم دار البقيات الصالحات الدكتوراه عبلة حقاية حلمها وحلم زوجها الله يرحمه أسست الدكتوراه عبلة الكحلاوي جماعية خيرية في المؤطم لرعاية الأطفال اليتامة ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر سميتها جماعية البقيات الصالحات بدأ العمل بهذا المشروع الكبير يوم 15 مايو 2010 الجماعية في منطقة الهضب الوسطى بالمؤطم حضر الافتتاح على جمع مفت الديار المصرية حينئذ وبلغت مساحة هذا المشروع الضخم حوالي فدان وبلغت تكلفته حوالي أكتر من 60 مليون جنيه مصري أما عن مؤلفاتها التي أسرتنا بها المرأة بين طهارة البطن والظاهر صدر عام 96 بنوك اللبن صدر عام 98 التحريم المتعلق بالدم سنة 2003 وفي نفس السنة أصدرت مسافر بلا طريق وقضايا المرأة في الحج والعمرة وده كان سنة 2005 أحبوه كما أحبكم صدر سنة 2011 وقلبي معاك في نفس العام أيضا أما عن قصة زواج الدكتور عبلة تزوجت من اللواء مهندس محمد ياسين باسيوني والذي يعتبر علامة مميزة في حرب أكتوبر اختاروا لها والدها اختاروا لأنه كان رجل عصامي رجل يهتم بوسرته يرعى الكبير والصغير حنون ساعد في تربية أشقائه فتزوجته تنفيذا لرغبة والدها كان من ضمن الخمسة مهندسين اللي سفروا لألمانيا لإحضار المواسير اللازمة لتفجير خط برليف بشكل سري كما ساهم في تحقيق نصر أكتوبر العظيم أنجبت منه ثلاث بنات أكبرهن الدكتورة مروة أستاذت الإعلام بجامعة بانسويف والتي تحملت المسئولية مع والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد وفاة والدها تزوجت دكتورة عبلة الكحلاوي في سن صغير وصرحت في حوار ليها قبل كده أن هي تعلمت من زوجها الكثير قالت كان نعمل عوني لي في استكمال مسيرتي التعليمية ساعدني في حصولي على الماجستين وعلى الدكتوراه بعد كده وصلت مسيرتي العلمية ووصلت لعمادة كلية الدرسات الإسلامية وكل دو هو كان واقف جنبي قالت وفاة وكان صدمة كبيرة ليها كمان ندرت حياتها علشان تحقق حلم زوجها وحلمه كان بناتهم يحققوا التفوق في كل شيء ابتداء من التفاني في خدمة الطبقات المطحونة من الأطفال والمطلقات واليتامة والأرامل ووصولا إلى المصابرة في طلب العلم وفعلا الحلم ده اتحقق انتشرت أكثر من مرة وفترات متقربة إشعاعات عنها أن هي توفيت وطلت الدكتورة عابلة ونفت الإشعاعات دي وحذرت الناس من الإشعاعات وقالت إن الإشعاعات دي بتكون عمر خطير جدا مش بس كده ده قبل سبعة أشهر تقريبا استغازت الدكتورة عابلة الكحلاوي بالجمهور وده بعد انتشار فيروس كورونا واختحموا أحد أدوار البقيات الصالحات وإصابة 14 من المرضى وكلمت أصحابها وعملوا عزل الدور كامل في البقيات الصالحات كمان بنتها بلغت وزارة التضامن المساعدة كانت بتبكي على المرضى وقالت المرضى دول زي أولادي أنا كنت ببكي عليهم بالدموع لكن يا شايل قدر أن تصاب الدكتورة عابلة بفيروس كورونا اتنعلت لأحد مستشفيات العزل لكن للأسف حالتها كانت متدهورة في الأيام الأخيرة اتنعلت لغرفة العناية المركزة وتم وضع جاهز سنافه الصناعي لها وده كان على مدار أكتر من أسبوع وتم بزل كافة الجهود من الطاقم الطب لإنقاذها لكن سر الله نفذ توفيت الدكتورة عابلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما مساء يوم الأحد 24 يناير عام 2021 نتمنى أن يتغمضها الله بواسع رحمته وأن يلهم زويها وأهلها الصبر والسلوان نسألكم الدعاء لها أتمنى أن النهاردة الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا تعرفتم معنا على مشوار الدكتورة عابلة من الألف للياء وشكرا جزيلا لحسن الاستماع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر